أهلا وسهلا بكل متابعة السادسة حلقة جديدة تبدأ مع حضراتكم كل التحية في البداية أجواء الأهلي وسيمبا لمسات الأخيرة للفرقتين ما قبل مباراة الغد هنتبهحها مع حضراتكم في حلقة النهاردة الجولة الأولى انتهت قدت انطباعات تقدر تقول مبدئية عن شكل المنافسة وشكل المطولة ومين هو الأقرب للتأهل على أقل حسابيا الأهلي على حساب سيمبا حققت عادل إيجابي خارج ملعبه في انتظار مواجهة بكرة وإن شاء الله الأهلي قادر بإذن الله على الحسم سانداونز تقدم خارج الأرض في أنجولا على بيترو ديليواندا أو بيترو أتلاتكو بنتيجة 2-0 وبالتالي وضع قدم فيه دور قبل النهائي إن بارح تابعنا مواجهتين من العارة تييل الترجي في مواجهة مازينبي الترجي خسر خارج أرضه بنتيجة 1-0 وما زالت النتيجة معلقة لأنه في ظني الترجي قادر على التعويض في تونس أما مبارات ازهاب بأن ينبأ النجيري على ملعب أن ينبأ بين البطل طبعا المغرب ووصيف النسخة الأخيرة من دور الأبطال الوداد وأن ينبأ انتهت لصالح الوداد خارج أرضه بفوز بنتيجة 1-0 هنتابع مع حضراتكم النهاردة كواليس واللحظات الأخيرة واللمسات الأخيرة للأهل يوسيمبة في حالة النهاردة وخليني أبدأ من الآخر يمكن نهاردة حضراتكم معرفين أو للي ما يعرفش طبعا نهاردة بيبقى الميديا داي بيبقى مسموح لوسائل إعلام أنها تخش وتجري لقاءات صحفية مع نجوم الفرق سواء لعيبة أو موديدين فنيين